مرحبا بكم في قناة كاف المعلومات قبل البدء اللي هتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس سوف نعرض عليكم 20 سؤال ونعطي 10 ثواني للاجابة يمكنكم تغطيل الفيديو للاجابة بنفسك ثم نعرض عليكم الاجابة تعليقاتكم هتفرق معي هل انت جاهز سوف نبدأ من قائل عبارة اكرموا عزيز قوم قد زل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من اول من يقرع باب الجنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابية الذي تزوج من اسماء بنت ابيبك الزبير ابن العوام من الصحابية الجليل الملقب بالباحث عن الحقيقة سليمان الفارسي اسم والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عبد المطلب متى ولد رسول محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل صحابي تستحي منه الملائكة من هو اصمان ابن عفان رضي الله عنه فالصحابية الذي اهتز لموته عرش الرحمن من هو سعد ابن معاذ رضي الله عنه اين ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المقدمة من اول من طوف بالبيت العتيق الملائكة الكرام من هي ام البشر حواء ما هو اول ما خلق الله سبحانه السماء من الصحابية الذي اطلق عليه لقب اسد الله حمزة ابن عبدالله من هو اول رسول بعث والله الى اهل الارض النبي نوع عليه السلام ما هي اول الصلوات المفروضة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الزهر من هو اول الانبياء الذين استخدموا السيف بالكتال ابراهيم عليه السلام اول من قام بالهجرة من المسلمين الى الحبشة من هو حاطب ابن عمر اول من قام بالتأليف في احكام القرآن من هو الامام الشافعي من الجبار الاول بالأرض الملعون من الله النمرود ابن كنعان اين رفن الرسول صلى الله عليه وسلم دار النابغة بالمدينة لا تنسوا ما هي الصورة الملقبة ببني اسرائيل سورة ما هي الصورة الملقبة بالفاضحة سورة التوبة ما هي الصورة الملقبة بقلب القرآن سورة الرحمن ما هي الصورة التي لم يورد بها ذكر لفظة الجنة سورة سورة يوسف ما هي الصورة القرآنية التي ورد بكافة آيتها ذكر رفظة الجلالة الله سورة المجادلة سورة المجادلة تسعة عشر ما هي الصورة القرآنية المعروفة بصورة المنافقين سورة التوبة ما هي الصورة القرآنية التي لم يورد بآية من آيتها حرف لفضلاء سورة الإخلاص ما هي الصورة الأعظم في القرآن الكريم سورة البقرة ما هي الصورة المسمى باسم أحد الغزوات سورة الأحزاب ما هي أعظم آية بالقرآن الكريم وفي أي صورة قرآنية وردت آية الكرسي وقد وردت في سورة البقرة ما هو الشيء الذي ورد زجره في القرآن الكريم بلا روح ولكنه يتنفس الصبح من أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق ما هي الصورة القرآنية الملقبة بجميع بنات حوة صورة النساء ماذا تعني كلمة الأنفال الواردة بالقرآن الكريم الغنائم الغنائم الصور القرآنية أطلق عليها أسماء كواكب صورة النجم صورة الشمس صورة القمر الصورة القرآنية الوحيدة التي أطلق عليها اسم إمرأة صورة مريم ما هي الصورة القرآنية التي بدأت بكلمة ألف لام ميم راء صورة الرعب صورة القرآنية مسماة باسم عوقات الصلاة صورة الفجر وصورة العصر من الملقب بغسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر ونبدأ أول ما تحدث عنه رسول الله حينما قدم إلى المدينة صروا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام صورة القرآنية لم تبدأ بالبسملة صورة التوبة ما هي أطوض صورة قرآنية صورة البقرة وعدد آيتها 286 آية من أول من ألقى تحية الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوزر الغفري رضي الله عنه أول من قام بتقدير الساعات الاثني عشرة النبي نوح عليه السلام بالسفينة لكي يعرف موقيت الصلاة ما هي الصلاة الوحيدة التي يرقع بها المصلي أربع مرات ويسجد أربع مرات هي صلاة الكسوف والخصوف ما هي أول هي قاعدة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة كتعة خبز وسابناء ولبن من زيد بن حارسة من أول من قام بتصنيف تفسير القرآن الكريم بالإسناد مالك بن أنس كم عدد الصوت القرآنية التي بدأت بسلس أحرف سلاس عشر صورة ما هي الصورة التي لا يوجد بها حرف الميم صورة سورة الكوسر ما هو الطائر الذي تكلم كما ورد بالقرآن الكريم الهدهد ما هي الصورة الكرآن الكرآنية التي تبدأ آيتها بكلمة سورة سورة النور سورة بدأت باسم سمرتين فما هي وما هم السمرتين سورة سورة التين والصمرتين هم التين والزيتون ما اسم السورة التي دعا بها النبي زكريا عليه السلام سورة سورة الأنبياء ما اسم السورة التي ورد بها زكر زرقرنين سورة 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 الكهر ما هي أول سورة مكية نزلت في مكة المكرمة سورة 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 الفاتحة سورة يفضل كرائتها يوم الجمعة سورة سورة الكهف ما اسم السورة التي أطلق عليها سورة الكتال سورة محمد ما هي أكثر سورة بالقرآن الكريم سورة القصر وعدد آياتها ثلاث آيات هل أنت جاهز؟ سوف نبدأ في أي عام تم صلح الحديبية؟ بالعام السادس من الهجرة ما اسم أول قبيلة يهودية قامت بنجد عهد مع الرسول قبيلة يهود بني كنقاع ما اسم الدليل الذي كان يقوم بإرشاد الرسول وأبو بكر الصديق أثناء رحلة الهجرة؟ عبدالله ابن أبي ريكا كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ناقة ما اسمها ماذا كان بعمل الرسول؟ رسول قبل بسته؟ مهنة التجارة والرعي ما كان اسم الدبة التي امتعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء دابة البراق المجنحة من هو أول من صوم من الأنبياء؟ من هو أول من صوم من الأنبياء؟ سيدني آدم أبو البشر فقد كان يصوم ثلاث أيام في الشهر في أي مسجد استشهد الإمام علي ابن أبي طالب؟ مسجد الكوفة في أي غزوة وقعت الشعماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم بزدعه في الأسف غزوة حني من آخر من توفي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة أم سلمة من هو أول صحابي تسلم الحجر الأسود؟ الزبير بن العوام من النبي الذي تمنى الموت؟ النبي يوسف عليه السلام صحابي ورد اسمه بالقرآن الكريم صريحة زيد بن حارسة ما اسم أول الصحابة الذي قام بقراءة القرآن جهران؟ عبد الله بن مسعود أول من الأنبياء الذي قام بارتداء السروال إبراهيم عليه السلام النبي الذي أطلق عليه اسم الزبيح نبي الله اسمعيل ما هو اسم الصورة القرآنية التي ورد بها سجدتين؟ صورة الحج صورة القرآنية يطلق عليه اسم عروس القرآن صورة الرحمن ما هي أقصى صورة بالقرآن الكريم؟ صورة القرآنية ما هي الصورة القصيرة التي ما إن تمت قراءتها سلاسة فإنما قرأت القرآن كاملا؟ صورة الإخلاص صورة الفاتحة لماذا سميت بفاتحة الكتاب؟ يضغم إنها ليست أول ما نزلة من القرآن لكونها افتطح بها وهي أول ما يكتب الكتابة من المصحف وأول ما يطلق تالي من الكتابة العزيز من هم المغضوب عليهم ولماذا؟ اليهود لأنهم علموا الحق فتركوه وأحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله من هم الضلين؟ ولماذا؟ النصارى لأنهم حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال نبين في شأن عيسى عليه السلام ما أجر من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حامته من كل ضرر وجفته فجأة البلاء ولا يضر شيء لماذا؟ لماذا خلق الله النجوم؟ خلقها لسلاس زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها في البر والبحر ما المقصود بالهمزة واللمزة؟ الهمزة الذي يذكر الناس بالشرف في وجوههم واللمزة الذي يذكرهم في مغيبهم سأل سائل بعذاب واقع من هو هذا السائل؟ النضر ابن الحارس ما هي الصورة التي استمع لها الجن وقالوا سمعنا قرآن عجبه؟ سورة العرق اقرأ باسم ربك الذي خلق يوم تقرى في الراجفة ما المقصود بالراجفة؟ النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق تتبعها الراضفة ما المقصود بالراضفة؟ النفخة الثانية التي يكون عندها البحث كم عدد سجدات التلاوة؟ خمسة عشر سجدة في أربعة عشر سورة ما هو اسم أبو لهب؟ عبد العزة ما أجر من قزم غيزة دعاها الله يوم الكيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحوار شاء ما أجر من بنى لله مسجدا يتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ما فضل قراءة آية الكرسي بعد الفرائد وعند النوم من قراءة لا يقربه شيطان ولا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ما فضل زجرة أذكار الصباح والمساء من داوم عليها كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته وعفيته وسطره ما أجر قول سبحان الله العظيم وبحمده من قال لها غرست له نخلة في الجنة ما هو الدعاء الذي يردده المصلين بين السجدتين اللهم اخفر لي زنبي ما هو اسم الملك الذي يقف خازنا على جهنم مالك من هو الشخص الذي انزلت فيه سورة الهومزة من هو الشخص الذي انزلت فيه سورة الهومزة اميه ابن خلاف اميه بها الكرآن الكريم من هو أول من ضبط الأحرف بالقرآن الكريم؟ من هو أول من ضبط الأحرف بالقرآن الكريم؟ أبو الأسود الدواء لي من هم أهل البيت؟ أسرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشرة من المسلمين بشيروا بالجنة من هم؟ الرشدون الأربعة وسعد بن أبي وقاس وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله لماذا كان يذكر اسم الإمام علي؟ مكرنا بقولنا قرم الله واجه كونه لم يسجد في حياته لصنم من أصنام العرب ما هي ثاني امرأة دخلت في الإسلام؟ أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنه من هي المرأة الفرعونية التي بشرت بالجنة؟ امرأة فرعون على أي من الصحابة اطلق رقب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأي صورة يختتم القرآن الكريم بسورة الناس ما اسم الصحابي الذي استمعت الملائكة اليه وهو يتلو سورة البكرة أسيد بن حدير رضي الله عنه من هو الصحابي الذي أزن بالبراءة في الحق الأكبر الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من من الذين اعتبروا أهل الله أهل القرآن في أي يوم كان خروج آدم من الجنة يوم الجمعة من القائلة إنما أبكي على الوحي إذا انقطع عنا من السماء أم أيمن رضي الله عنها على أي شيء يطلق اسم الأخشبان اسم لجبالين بمكة لعمر بن الخطاب أخت أسلمت قبله من هي نسيبة بنت كعب الأنصاري المكننة بأم عمارة ما اسم الخليفة الأموي الذي أمر بعض النقط في المصحف الشريف عبد الملك ابن مروان من هي المرأة التي كانت ابنة نبي وزوجة نبي ابنة شعيب وزوجة موسى عليهم السلام ماذا تسمى سورة كريش سورة الأي ما اسم زوجة ملك مصر العزيز التي روضت يوسف عن نفسها زليخة زليخة ما هي دار البوار جهنم ما هو أول مسجد كرأة فيه القرآن الكريم مسجد ابن زرايك بالمدينة المنورة ما اسم الحشرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها الوزغ ويعني البرث من هم خصة الله وأهله هم أهل الكرآن ما هي العملة الإسلامية الأولى الدنار الزهبي ما هي أرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة أي أرض اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أرض الصدق أرض الحبشة ما هي كناية أم المؤمنين زينب بنت جحش أم الحكم رضي الله عنها في أي من أيام الأسبوع خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة من هو الصحابي الذي كان برفكة النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الطائفة زاد بن الحارسة ما هي القرابة الجامعة بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ابن الخطاب هو جده عمر بن عبد العزيز لأمه على أي من المدن أطلق اسم المكتين مكة والمدينة ما اسم قابلة رسول صلى الله عليه وسلم الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف ما الآية التي وردت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فوق الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله من هو الصحابي الذي أبى أن يمس مشركا؟ عاصم ابن سابت رضي الله عنه في أي وقت يقفل باب التوبة إذا طلعت الروح أو طلعت الشمس من مغربها من هم السلاسة الذين تشتاك الجنة إليهم؟ علي ابن أبي طالب عمر بن ياسر سلمان من هو الخليفة الراشدي الذي فكر بتدوين الكرآن الكريم؟ من هو الخليفة الراشدي الذي فكر بتدوين الكرآن الكريم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل سورة التوبة أسماء أخرى؟ وما هي؟ الكاشفة البراءة الفاضحة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر